السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين خلنا الكرام طلبنا الأعزاء أسأل الله تبارك وتعالى نوفقكم وأن يصلاح لكم اللهم أمين رب العالمين في هذا اللقاء الطيب المبارك ما زلنا مع مادة فقه المعاملات سنتناول في هذا اللقاء الطيب أركان المضاربة وشروطها تناولنا في اللقاء السابق تعريف المضاربة وأدلتها وحكمها ووصفها في هذا اللقاء سنتناول أركانها وشروطها أركانها كما قلت في اللقاء السابق صيغة والعاقدان والعمل والربح والمال اسمع فكرة إجمالية بعد ذلك سنتناوله بالتفصيل كلمة كلمة صيغة والعاقدان والعمل والربح والمال وإنهما ستة أركان الصيغة والعاقدان اللي هو طبعا إيه المالك والعامل أديك تها ثلاث والعمل والربح والمال الملك هيجيب ايه هيجيب مال والعمل هيجيب ايه هيعمل ايه هيعمل عمل وفيه ربح وطبعا الصيغة ايه الصيغة ناخد فكرة اجمالية كده هو العنوان اسمه اركان والشرط مع بعضها انت تاخد كل ركن وشرط ايه الصيغة الصيغة هي الجابه القبول اننا اقوله ايه ضاربتك قارتك اعطيتك كذا على ان تفعل كذا والربح بيننا هي دي الصيغة جابه قبول منهم العقدان المالك والعامل طبعا يكونوا بالغين يحسن التصرف ليس مكرهن على هذا الفعل عنده اهلية التوكيل والتوكل يعني المالك يكون عنده اهلية التوكيل انه لانه هيوكل لانه هيوكل مين هيوكل العامل والعامل يكون عنده اهلية التوكل لانه هيتوكل عمل من مين وهياخد عمل من مين وهيبقى مين على فلوس مين على فلوس طبعا الايه المالك يبقى اشترط فيها اهلية التوكيل والايه والتوكل قد الصيغة والعاقدان العمل طبعا العمل دي من اللي هيقوم به العامل العمل دي طبعا لازم يكون في تجارة ما ينفعش انه هيصنع كذا ولا يسوي كذا لازم هيكون في تجارة طيب نيجي هنا عند العمل ينفع نقيده ونقول له ما تعملش كذا وتعمل كذا هنتنول هذا السؤال في المحاضرة القادمة اعمل كذا وما تعملش كذا اشتري من فلان وما تشتريش من فلان اشتري كذا وما تشتريش كذا طيب عندنا هنا بالنسبة للعمل برضا ينفع احنا نحدد له مدة العمل نقوله انت هتجر شهر هتجر شهرين او هتجر اقل او اكتر ينفع لما انقسموا فيها لقسمين اتنيين وقالوا ناس قالوا اه يجوز انك تحدد لحدد له المدة وناس قالوا ايه ما تحددهاش ولكن الراجح اللي هو ايه لا يجوز تحديد المدة وتسيبها له مفتوحة لانه ربما ما يكسبش في الشهر او الشهران انت حددتهم له يبقى دي الصغة والعاقدان والعمل نيجي نقطة الربح الربح دي لازم يكون جزء مشاع هتقول له انت لك التلت الربح وانا لها تلتين الربح او انت لك التلتين وانا لها تلتين انت لك الربح وانا لها تلت تربع او ربح ما بينه اللي يجي بقى يجي عشرة يجي مية يكسبنا خمسين يكسبنا الف الربح هيبقى ما بينه يبقى جزء مشاع فما ينفعش انك تقول له لك مية وليك خمسين ما ينفعش يبقى الربح دي بيكون ايه مشاع نجي النقطة الاخيرة قولنا صيغة وعقدان وعمل وربح والمال قول له راس المال راس المال ده لازم يكون فلوس بيديك فلوس ده نانير بقى دراهم زهب فضة يكون مثلا دولار جناهات ريال اي حاجة المهم انه ما يكونش عروض يعني ما يدلوش ايه عروض وما ينفعش مثلا يكون دين يقول له الملك يقول له عمل انت مش عليك فلوس ليه خد الفلوس ده وتجربه وشوفه تكسب ايه لا ما ينفعش ما ينفعش يبقى لازم الراس المال يكون ايه يكون مال كده هنداك فكرة اجمالية عن اركان بشروطها الصيغة والعقدان والعمل والربح والراس المال هيجي السؤال في الامتحان ازاي هيجي يقول لك اذكر اركان ومع تفصيل كل الركن بشيء بسيط يعني ممكن يقول لك اذكرهم كلهم وقول شروطهم او ممكن يجي يقول لك فصل القول في الركن الفلاني وقول شروطه او ما شروط الركن كذا خلاص هي دي المحاضرة وده اللي احنا ناخده فيه هتكتب لي السؤال بال اولا صفحة 124 في نصف صفحة كده عندي اركان المضاربة وشروط كل الركن ما اركان عقد المضاربة ما اركان عقد المضاربة وما شروط كل الركن بيش اجمال كده هنقول عقد المضاربة ده اول كلمة عقد المضاربة كغيرين من العقود لابد لهم اركان يقوم عليها والاركان التي يبنى عليها عقد المضاربة هي الاركان خمسة صيغة والعقدان والعمل والربح والمال أستحفظهم والمالك وعامل المالك هيجيب مال والعمل هيعمل عمل وطبعا هينتوا جعلنا عمل ريبح طبعا أو خسارة وبعدين الصيغة هذه الأركان تعالي مش بمسك بقى الركن الأولاني اكتب تحدث عن ركن الصيغة تحدث عن ركن الصيغة تقول هو الإجاب والقبول ولا يشترط لها لفظ مخصوص يعني خد عمل مال دي الله اشتغل الله هناك وانا وانت على الله ايه دي صيغة تنفع دي صيغة تنفع مش تازم يقول له قارة توكة لان الناس العامين ما يفهموش الكلام ده يبقى الإجاب والقبول ولا يشترط لها لفظة خاصة بل تنعاقد بكل لفظة يدل عليها سواء كان صريح أنت بلفظ المضاربة أو المقارضة أو المعاملة كان يقول خذ هذا المال مضاربة أو خذه بمقارضة اي حاجة مش تفرق يعني دي صفحة 125 قال لك لانه قتى بلفظ يؤدي معنى العقد والعبرة في العقود بالمعنى بالألفظ والمقارضة إن شاء الله يقول له أي كلمة زي مولتلك خذ المال ده وتوكل على الله ربنا ورزقك يلا وما تكسب يبقى تعالي ماشي دي تنفع يلا تحدث عن العقدان وما يشترط فيهما بعد ما قلنا تحدث عن ركن الصيغة تحدث عن ركني اللي هما المين العقدان تحدث عن العقدان وما يشترط فيهما هنقول العقدان دولة هما رب المال والعامل رب المال يعني صاحب المال والعامل ويشترط فيما ما يشترطه في الوكيل والموكل ما يشترط في الوكيل والموكل ايه الموكل صاحب المال والوكيل اللي خد المال الموكل ده يعني بقايز اللي هو صاحب المال لازم يشترط فيك يا موكل يا صاحب المال شروط الموكل تمام وانت يشترط فيك يا عامل شروط الوكيل تمام طبعا الشروط ده فين موجودة فين في درس الوكالة ايه الشروط الموكل ان يكون ملك للحاجة دي ازاي الدين حاجة تاجر فيها مش ملكه ازاي الدين الفلوسها مش بتاعته يبقى يكون مالك الحاجة دي وانت ايه شروطك يا وكيل انك تكون بتعرف تعمل الحاجة دي لانك لو ما بتعرفش تعملها لنفسك يبقى ما انتش تعرف تعملها لغيرك انت بتعرفش تاجر لنفسك في فلوس نفسك يبقى مش تنفع التاجر لغيلك لغيرك في فلوس غيرك وتخسره يبقى يشترط فيهم اهلية التوكيل والايه والتوكل اللي هو الوكيل والموكيل من اهلية التوكيل في رب المال لازم يكون عنده أهلية التوكيل ورب المال وأهلية التوكيل في العامل وأن يكون العامل شروطة هي خلي بالك برقم واحد أهلية التوكيل في رب المال وأهلية التوكيل في العامل لازم يكون عامل هما الاثنين بلغين عقلين يحسون التصارف فيها دي اسمها الأهلية وأن يكون العامل أمينا بعد كده الشرطة الرابع عالما بالعمل الذي يعمل فيه لازم يكون عارف حافظا للمال يكون أمين عليه يعني متصرفا بالمصلحة يبقى دي اتكلمنا على العقدان وشروطهم وانت هنا كده من الركنين اتنين احنا معنا خمس اركان كده اخدنا اتنين الركن التالت العمل اكتب تحدث عن ركن العمل وشروطه تحدث عن ركن العمل وشروطه زي ما كتبت هناك تحدث عن العقدان وشروطهم تحدث عن ركن العمل هنا بقى وشروطه اللي هو ايه العمل ما له العمل العمل ده هو محل عقد المضارب ده هو ده الاساس عارف لو ما فيش عمل يبقى موضوع ربوي يبقى هذا العشر ردهم باثناشر إنما العمل هو أساس كل شيء وهو أفضل شيء إنك طبعا بتنمو الاقتصاد بتنمو الاقتصاد وبتعمل حركة تجارية وبتنفع وبتنتفع هو محل عقد المضاربة والالتزام المنوط بالعامل يعني المتعلق بالعامل واشترط أن يكون شروطه اشترط أن يكون تجارة لأن القراض أو المضاربة شرعت الحاجة فمن معه المال قد لا يحسن التجارة ومن لا مال له يحسنها ولأن مقصود عقد المضاربة هو البيع والشرائب لازم تتاجير طيب عندنا هنا مدة اختلف فيها اكتب هل يجوز تحديد مدة العمل أو للمضاربة هل يجوز تحديد مدة العمل ولا نسيب هلو مطلقة المذب الأول مذب مرفق أمن الحنفية والملكية والشافعية واحدة روايتين عن أحمد والظاهرية قالوا لا يجوز توقيت عقد المضاربة شفتي من كلهم الحنفية والملكية والشافعية والزاري يبقى درق الجمهور لا يجوز توقيت عقد المضاربة طيب صفحة 126 ليه؟ قال لك لأن ذلك يتعرض مع طبيعة عقد المضاربة لما فيه من التضييق والتحجير عليه وانت بتحدد طول شهر ممكن نيكسبش في الشهر ده فقد لا يجده رواجا في المدة اللي انت حددتها له ويجد الرواج في مدة تانية المذب الثاني الرواية السنان لما أحمد قال لك يجوز توقيت عقد المضاربة بمدة معلومة لأنه تصرف يتحدد بنوع من المتاع فجاذ توقيته بمدة معلومة كالوكال فإذا اشترت رب المال توقيت العقد يكون قد اشترتها ما هو مقتال العقد يعني يقول لك ينفع أنه يشترط تعالي نشوف الراجح لا ما ينفعش ما زابع ليه جمهور فقه هو أنه لا يجوز توقيت عقد المضاربة بمدة معلومة لكوت أدلاته ما سلامتها من المناقشة عندك هو أما ما زابع ليه الإمام ابن حنبلواج جواس توقيت عقد المضاربة بمدة معلومة ليه حق اللي أنا قيد له عقد المضاربة زي ما الحنبلة بقولهم لا ده أنت مش لوحدك ده العامل شريك معاك إنما الوكالة الحاجة بتاعتك كله فانت لك تقول له انوكلتك في هذا مدة شهر مثلا براحتك فالوكيل في عقد الوكالة ليس له حصة من الربح وإنما له أجرة إنما العامل في القراض أو في المضاربة له ربح فمنفعش انتك كتفه خلاص وتقيد عليه العمل وانت هنا كده بقى تعالى صفحة 27 تحدث عن ركن الربح إيه بتكلمنا عن الصيغة والعقدان والعمل هنتكلم عن عن الربح تحدث عن ركن الربح وما يشترط فيه يارى جمهور الفقاء هنفيهم ملكياء والشفاء والحابلة أنه يشترط في الربح أن يكون مشاعا يعني تقوله لك ربع المكسب لك تلت المكسب لك تلتين المكسب مشاعا ما أنا عرفش قد إيه ما تحددلوش قيمة محددة ما تقولوش مئة ولا خمسين ولا كده يشترط في الربح أن يكون مشاعا بين رب المالي والعامل على ما يتفق عليه من التساوى أو التفاضل يابقوا قد بعض يابقوا قد من بعض يقل بالنص في النص يأم واحد تلت واحد تلتين واحد ربع وثلت تربعة فيجوز أن يكون للعامل نصف ربح أو تلت أو ربعة أو خمس وكذا ما يجوز لرب المال نفس الكلام نصف أو ربعة أو تلت وكذا طيب هل يشترط التساوى بين عامل رب المال لا لا يشترط لازم تقول ده نص ده نص لا لا يشترط حسب الاتفاق العمل شديد جدا خلاص انت اخد تلتين وانا اخد تلت طب العمل عمل تافه وانا ادفع فلوس كتير خلاص انا المالك اخد تلتين وانت تلت على حسب ما يتفع سؤال بعد هل يا صح اشترط احدهم اضارهم معدودة من الربح تقوله لك انت عشرة وان ليه مية ما ينفعش لانه ممكن ما يربحش العشرة دول هتقوله الملك يقوله عامل انت لك عشرة او ليه مية تجر ما ينفعش ممكن ما يكسبش اصلا الجزء دي يبقى المضربة دي مبنية على العمل والعمل دي يجيب ربح والربح دي يتسم بالمشاعة انت هنا من الركن اللي هو الرابع اللي هو الربح هنتكلم عن الركن الاخير اللي هو المال رأس المال هتكتب تحدث عن ركن رأس المال وما شروط تحدث عن ركن رأس المال وشروط ايه هو رأس المال هو اللي الملك بيديلي المقارد للعامل عشان يشتغل بي شروطه بقى له شروط كتير الشرط الاول ما هي شروط رأس المال يكتب ما هي شروط رأس المال ان يكون رأس المال في المضاربة دراهم ودنانير لان دقسه الاسمان يعني فلوس ولا يدخل ايه اسواكها تغيير ما بتغيرش انما الطعام ممكن يفسد العروض ممكن يفسد ما ينفعش بقى بالعروض العروض لوائي مثلا تدي له بكرة تدي له مثلا بيت تدي له قطعة ارض دي اسمع عروض ما ينفعش ان بتدي له الضرائم او دنانير صفحة 128 هتكتب حكم القراط بالعروض لا يجوز لانه يدخله التغيير بيضغير فلا يجوز القراط به وجه ذلك انه قد يأخذ العامل عرض قردا وقيمته 100 دينار فيتجر في المال فيربح مئة فيرده وقيمته مئتان فيصير بحكم رب المال وما خد شهاي يبقى دلوقتي ما ينفعش انك تعمل القراط بالعروض لانك ما سيديه العروض اهو هاخد العروض يروح يبيعه في السوق انت اديت له عروض العروض 8 مثلا 100 وراح بقعه في السوق بمتين هات المتين ادهم لمين لصاحب المال وانت طلعت من غير اي حاج لا ما ينفعش فاحنا لازم تدي له فلوس وينزي ليتجر ويتعب ويشتغل انما في الموضوع دي كده الربح يبقى كله لك يا مالك وانت هتقوم تدي له اجرة عمله تبقى ما هيش قراط تبقى ايديات وانت كنت موكله ان يبيع لك البكرة في السوق وييجي وانت اديته اجرة ايه الحاجة دي تبقى تكييف تاني وعقد تاني دخلت في عقد الوكال هلس طيب هذا الشرط محل الاتفاكل اللي هو الشرط ايه لازم يكون ايه مالا دراهم دنانير جنهات دولارات ريالات ما ينفعش بالعروض الشرط التاني ان يكون رأس المال في المضاربة معلوم ومال يعني المالك بيدلو فلوس بولو انت معاك عشر تلاف معاك عشرين الف معاك ميت الف مال احنا نصفي ازاي في الاخر هنصفي ازاي في الاخر نجي في الاخر ونقول له طلع رأس المال ويلا طلع ربح عشان نقسم وانطلع ايه لازم رأس المال يكون معلوم ودي باتفاق برضو جميع الفقهاء ما الحكم لو قارده وضربه على مال جزاف يعني مغير معدود وغير معروف اللي جابه لم يجهز لانه يشترط في مال مضاربة ان يكون معلوما فان كان مجهولا لا تصح خلاص لان الجالة دي تؤدي الى المنازعة والحكمة من اشترط كون المال مضاربة معلوم القدر والدين سواصفة لقل لا يقع في المنازعة يودي الشرط محل الاتفاق ايضا بين جمهور الفقهاء كده احنا بنكلم في شروط الركن الاخير شروط رأس المال عشان ما تتقشي مني الشرط الاولاني قلنا ان يكون ايه على ناظر من الدراهم والدنانير يعني مالا مالا اللي هو اوصول الاشياء ده بفضة فلوس دراهم دنانير انما عروض لا الشرط التالي برضو باتفاق اللي لازم يكون معلوم الشرط التالت برضو باتفاق اللي هو رأس المال المضاربة يكون في ايد العامل ما ينفعش انك تقوله تفضل روح ينزل السوق ولما يقع قدامك صفقة برن علي وانا جيب لك الفلوس ولا بقولي وانا جيب لك الفلوس الفلوس تبقى في ايد يعني لا لازم الفلوس تبقى في ايد العامل ما ينفعش الدنافة المالك ان يكون رأس المال مضاربة مسلما الى العامل وما الحكم بقى لو حبسه رب المال مال مضرب عنده خد المال عنده صاحب المال خل المال معاه ولمسلمه العامل وقال له ذهب واشتري وانا ايه انقض عنك هدفع اشتري بس وانا هدفع بدل واقبض وكبض انت سلع لا يجوز لانه ممكن يكون ماشي تجيله صفقة قدام منه لسه على ما يبعت لك وكده ما يلاقيش الحاجة يبقى هو متكتف يبقى هو متوكل اصلا انت ما انتش ايه مقرد ولا مضربه كده القراد والمضربه انت استقمنت واحد وبدتدو الفلوس ده لانه يشترد تسليم العمال للعامل وهذا بخلاف الشركة يبقى الشركة اه الشركة غير كده اه ممكن ده اذا اللي دي بالتصرف ده مع الفلوس ده او ده اللي هيدرها انما احنا ده وقت في قراد بقول لك وهذا بخلاف الشركة لانه المال في المضاربة من احد الجانبين والعمل من جانب الاخر فلابد ان المالكي سلم للعامل اما في العمل في الشركة فمن الجانبين ده بيعمل وده بيعمل فلو شرط خلوصه ليد الأحاديما لم تنعقد الشرك خلاص وهذا الشرط محل اتفاق بين جمهور الفقهة زي اللي قبله شرط الرابع ومحل اتفاق برضه انه هو ايه ان يكون رأس المال مضاربة عينا لا دينا ما ينفعش يقول له الملك اللي عم تلك علي عليك لي خمسين الف جنيه انسل تجربهم وبهاتلي الربح نقسمه هو اصلا لو كان مع ما كانت دهولة يبقى ان يكون رأس المال مضاربة عينا لا دينا وهذا الشرط متعلق ما قبله الملك يسلم يسلم المال لمين للعامل بقولك لانه لما كانت سلم رأس المال المضارب شرطة لصحة المضاربة كان اشترط كون رأس المال عينا لا دينا امرا بديا يبقى لازم يكون عين طالما هتسلم واتسلمه ايه هتسلمه عينا ماشي ما الحكم لو كان لشخص دينا عند اخر فسألوه ان يجعله وعندهو مضاربة لم تصح المضارب بل اشترط ان يجبض الدين ادي له فلوس وبعد نسلمه له والله تفضل تجير بدول وهذا الشرط محل الاتفاق بين جمهور الفقهاء كده احنا بقى اركان المضاربة وشرطها ان شاء الله سنتنول في اللقاء القادم انواع المضاربة وحكم صفر المضارب اسأل الله تبارك وتعالى ان يفهمكم وان يعلمكم اللهم امين لا تنسونا مصالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة